فرصة كمان معنا حارس الإسماعيل الكبير كابتن محمد فوزي نطمن عليه ونبريك له كمان على الفوز النهاردة كابتن محمد مشرف ومنور مليون مبروك فوز الإسماعيل النهاردة حبيبا كابتن كريم حبيبا علينا ما عامل ايه اخبارك كله بخير الحمد لله زال فوزي كنت عامل مباراة كبيرة ومحترمة جدا الله يخليك لا بصراحة النهاردة زمائلي عاملين مباراة طبعا اه عاملين مباراة يعني رائعة وكلهم رجالة بصراحة وكان وكنا دفاعيا النهاردة مميزين جدا الحمد لله واحنا بنتفرج على المباراة تأثرنا جدا بتأثرك بسبب الإصابة لئنا كمان فوقنا جدا الله خليك والله أنا طبعا بحمد ربنا الحمد لله كله خير بس هو زالي طبعا عشان كنت اتصابت الإصابة دي في مطش المحلة وعملت تأويات عليها وتأهيل وانزلت الملعب وكنت كويس جدا ولقبت عليها مشارات ودية والفترة فات كنت كويس وحتى مطش بيرها من زنزلت كمان فكان أول مطش لها بعد الإصابة فالدنياء تمام الحمد لله لا يوجد مشكلة انه أرضا في الهدف اللي دخل فينا ده فرجبتي ثبتت في الأرض وترقعت مني عشان الكرة كيتعكس التجاهي فلتا بحاول أعدل جسمي فرجبتي قامت ثبتة في الأرض فترقعت حاستت بترقعت في الوظروف الخارجي فهو طبعا عملنا شعاته كده وبكرة إن شاء الله حاول أعمل عملية منظار عند الدكتور رحمد رزد إن شاء الله يبقى خير يا تاخد وقت أعدي فيها كابتل محمد إن شاء الله إن شاء الله حسب التعافي بس بإذن الله يعني مش أكتر من شهر ونص بإذن الله وممكن أقل يعني إن شاء الله حسب الحالة يعني ربنا يا رب يشفيك ويعفيك سريعا والإسماعيلي كان في أمسس الحاجة ليك الفاتر كل زمائلك رجالة وكل زمائلك مميزين بس أنت برضو حارس كبير ومحترم ومميز يعني النهاردة الإسماعيلي عمل مباراة كبيرة ومحترم أنا أكلمك بقى على مستوى الفريق وعلى مستوى النتيجة الإسماعيلي النهاردة عمل نتيجة كم محتاجة تحديدا بعد الخصوة الأخيرة أمام برامد طبعا هو الماتش الأخير طبعا برامد حضرها كنت شافت الحالة الفنية ما كانتش أحسن حالة والحالة البدنية للعيبة ما أعرفش كان فيه حاجة غلط في الماتش بس الحمد لله الجاز الفني بقادة كابتن حمزة طبعا قدرنا اليومين ثلاثة اللي فاتوا دولنا لمة الدنيا وتعايدنا كلعيبة مع بعض اللي إحنا لازم نركز طبعا ماتش الزمائلك ماتش كبير وماتش خارك التوقعات حتى حالة الإسماعيلي سواء كانت كويسة أو مش كويسة لو ماتش الأهل والإسماعيلي أو الزماليك والإسماعيلي بيبقى إيه ورضو ديربي يعني ما بيش دعوا بالحالة الفنية بتاعة الفرقة دلوقتي فالحمد لله إحنا نزلنا عملنا اللي علينا كنا رجالة قفلنا كويس قفلنا كويس ودفعنا كويس ولعبنا على العجمات المرداتة والحمد لله قدرنا ناخد نخطفها تبهين وطلعنا بالمكسب المهم طبعا في الظروف اللي احنا فيها دي أي بنت مهم ما بالك اللي انت بتاخد تقاطى بنت من نادي الزماليك فده حاجة كبيرة طبعا بالتأكيد النهاردة كان مفهود سيف الجزيرة يبدأ مهاجم ليه نادي الزماليك وهو مهاجم خطير ومميز وبدأ بدلا منه سامسون اكينولا في اللحظات الأخيرة ده بالنسبة لك كان شيء يطمنك أكتر يعني؟ طبعا سيف الجزيرة نجم كبير ومهاجم نادي الزماليك الأساسي طبعا ومنتخب تونس فلأ نجم كبير بس طبعا نادي الزماليك كلهم لعبة كبيرة فأي حد بلعب بيبقى طبعا بيحل مكان التاني بيبقى خطير برضو صحيح فاحنا طبعا يعني سيف كان موجود أو سامسونج اللي اتنين لعبة كبيرة ونجوم كبار فاحنا بنلعب يعني زي مكان سيف موجود زي سامسونج موجود بنلعب على الموجود صحيح فالحمد لله قدرنا اللي احنا نوقف المهاجمنا النهاردة بشكل كبير وحتى الخطورة النهاردة علينا يعني الشيط الأولى المجاش عليها حاجة تقريبا غير الجون الشيط الثاني الحمد لله زميلي نزيل أحمد عادل كان موفق الحمد لله ومجاش علينا حاجات خطيرة وكان شكله ثابت وهادي والحمد لله تعامل مع الكوار اللي جات له بشكل كويس صحيح فدي بقى الحاجة الكويسة النهاردة اللي انت مثلا بيحصل إصابة عندك اللعب اللي بينزل مكان اللي بيلعب بيقدي زي وزي اللي بيلعب الحمد لله صح صح اللي هو نادي كبير وجمهوره العظيم وكده فأنا ما ينفعش أعمل حاجة زي دي طبعا من وراء الناس أو من وراء الجمهور أو من وراء النادي حلو التوضيح وليسة كمان ولست لي موسم فما ينفع القانونية أصلا ما ينفعش اللي أنا أمضي الحد وانا لسة على زمة نادي زي حاجة بديهية صحيح انت بقى النية هيه ان هي تكمل مع الإسماعيلي انت عايز تكمل مع الإسماعيلي ان شاء الله كابتن هو لسة لي موسم يعني حتة الأكمل لو لم أكملش دي لسة عليها موسم كمان ان شاء الله بس ترجع من الصابة وارجع قوي ووقف على رجلي والموضوع التكملة دي بقى نبص عليها من حيث المستوى بتاعي فهم قصدي يعني الناس راضي عني اللي أنا أكمل هكمل مش راضي عني وحسيت لا في الموضوع لا أعود إزاك الناس عاوزاني هكمل مش عاوزاني خلاص صحيح كابتن محمد فوزي حارس مرمى النادي الإسماعيلي أنا بشكرك شكرا جزي على هذه المداخلة